هذا ويؤكد التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة القاضي بفتح أبواب المساجد والجوامع وإعادة الحيوية لشهر رمضان المبارك يؤكد نهج جلالته الراسخ واهتمامه المطلق بدور العبادة والدور الذي تؤديه في نماء المجتمعات وازدهارها وحتى في قدرتها على زيادة حجم التآلف والتراحم وحفظ الأخلاق بين مكوناتها توجيه ملكي سمى بسمو مضامينه الدينية المتنوعة والذي أقر فتح المساجد والجوامع أمام العابدين لربهم لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة وصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك لما لهذا الشهر الفضيل من مكانة عالية لدى المسلمين مع وجوب تطبيقهم للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ليرتبط إتمام ذلك بضرورة حصول المصلين على التطعيم ضد كورونا وإن استثناء من لم يتلقى التطعيم من هذا القرار لم يأتي عبثا ليتم التأكيد على أهمية رفع حس الوعي الصحي في المساجد والذي يقود نحو الحفاظ على بيئة دور العبادة وضمان عدم وجود الفيروس حرصا على مصلحة المواطنين والمقيمين على حد سواء وهو أمر تم النصح به بناء على توصيات اجتماع العمل المشترك الذي جمع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مع أهل العلم والمختصين والتي أفضت إلى فتح الجوامع والمساجد مع حتمية الحفاظ على سلامتها وخلوها من حالات كورونا كما كانت عليه خلال الفترة الماضية وذلك لم يكن لو لا الإدراك الكبير والتقيد المستمر بالمعايير والتدابير البقائية من قبل أفراد المجتمع ككل وتطبيقها بشكل حرفي وفي ذلك مساندة واجبة للعمل الدؤوب الذي يقوم به الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والذي لا يبخل قيد أملة عن بذل ما لديه من جهود مقدامة ترتجي زوال خطر الوباء من الأجواء لتعود الحياة في البحرين تدريجيا إلى ما كانت عليه في السابق طبيعية لا يعكر صفها أي شيء إن التوجيه الملكي السامي يعكس النهجة الراسخة لجلالة الملك المفدى بأهمية فتح أبواب المساجد والجوامع وإعادة الحيوية لشهر رمضان المبارك والعودة إلى ممارسة الضقوص الدينية الخاصة به وأحيائها من جديد مع جدية الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية من قبل المصلين باعتبارهم شركاء أساسيين في مجتمع بحريني جامع يخطو خطوات واثقة نحو التغلب على الجائحة وتعافيه منها بشكل كامل لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر